مرحبا اليوم لحن نحكي عن نوع آخر منواع الفيزا البريطانيا وبرأيي الشخصي وخبرتي هذه الفيزا كتير سهلة إذا الشخص قرر أنه يشتغل على نفسه ويتبع الخطوات خطوة خطوة بالإضافة إلى هذا الشيل أنا حساعدكم بتنفيذ كل خطوة لحتى يسهل عليكم الموضوع أما بالنسبة لموقع هذا الفيديو اللي احنا صورناه بأحد أحياء كندا تقريبا الساعة 6 الصبح وحبينا نشاركه معكم لحنبلش أول شي بتعريف البرنامج لازم يكون عندك فكرة مبتكرة اللي هي innovative idea قابلة للتطور تقريبا هذا البرنامج يشبه كتير البرنامج الموجود بكندا اللي هو الستارتاب فيزا لما بيكون في منظمات كندية لحتمول فكرتك لح تقدر تنفذها على أرض الواقع إذا تم قبول الفكرة وحأترك بصندوق الوصف رابط للموقع الرسمي البريطاني للبرنامج نفسه بالنسبة للأفكار المبتكرة مثل ما حكينا هي أفكار جديدة وقابلة للتطور مثلا أنت من المغرب وعنكم شغلات مثلا ما شفتها بدولة تانية لما زرتها مثلا رحت الجزائر وملأت هذا الشي موجود بالمغرب ولقيت الفكرة البزنسينية موجودة عنكم جدا جيدة بس استغربت أنه ما موجودة بدول تانية طبعا ممكن هذه الأفكار ما تكون حتى موجودة بأمريكا أو موجودة ببريطانيا فبريطانيا حابة تستقطب هذه الأفكار الجديدة إذا عندك فكرة بتحس أنه قابلة للتطور ومميزة وما موجودة بدول كتيرة فيك تعرضها على الحكومة البريطانية وممكن إذا قبلت تجي لبريطانيا أنت وزوجتك وأطفالك ومثل ما وعدكم لحساعدكم بكل خطبة فكرت لكم بثلاث أفكار ممكن تساعدكم وتفتح الآفاق عندكم لحتى تقدروا تبتكروا شي جديد طبعا هذه الأفكار ما طبقتها بكندا وأساسا ما موجودة عنها بكندا لحد اليوم والعلمي الشخصي أول فكرة هي application treehouse شو هو التريhouse؟ هو هذا المنزل اللي بتبنيه على شجرة منزل صغير بينبني على شجرة تكاثر بفترة من الزمن لكن هلأ ما عد كتير موجود سب إرتفاع أسعار المنازل والناس كتير صارت تحت الضغط النفسي فما عد تفكرت بهذه الأمور هذا الشيء كتير بينجح إذا كنت مثلا نجار أو عندك موهبة بهذا الشيء فيك إنك تعمل application وتعرض عن الناس أنه أنا بعمر لكم treehouse بحقيقة المنزل الخلفية عندكم هذا المنزل اللي هو على شجرة أو treehouse بيكون فرصة للتأمل والإسترخاء وكتير الناس بحاجة إلهم مثلا هم بكندا وحتى الأطفال كتير بيقضوا فيه أوقات مع أصدقائهم بفترة السمر بفترة الصيف أو حتى بفترة الربيع وفي كتير ناس بتعيش فيه لفترة معينة كmeditation كاسترخاء أو استجمام أو تواصل مع الطبيعة وكتير هاي الأشياء بيحبوها ببريطانيا بأمريكا وبكندا وحتى ممكن باستراليا مثل ما حكينا فكرة application إنه أنت مثلا الناس تطلبك على الموعد إنه تعال عمر لنا هذا treehouse وانت مثلا ممكن تخلص هذا العمل بفترة شهر وانت حتجيب المتيريالز من عندك أو إذا المتيريالز من عندهم طبعا هاد الشي بيضيف تكلفة على التكلفة الإجمالية أو بينقص منها طبعا عن طريق الـ application نفسه حيكون في حجز مواعيد وحيكون في تقييمات يعني كلما تخلص عمل معين بمكان معين هيعطوك تقييم من أربع لخمس نجوم مثلا والناس ستثق فيك ويقترحوك على ناس تانين أو يخبروا أصدقاء عنك وهي كلح تكبر وحيصير عندك براند وحتى ممكن تقدر تبيه هذه الفكرة بالمستقبل بالنسبة للفكرة الثانية هي الـ Barber application يعني إنه الحلاء ما بعيدهش بأي شخص فكر بها هذه الفكرة ولكن هي ما موجودة بكندا مثلا شخص ما له حابب يطلع أو يحلق أو أي شيء أو ينتظر بالدور بقدر يحجز الحلاء عن طريق الـ application بيجي الحلاء اللي عنده بفترة معينة وهو مسبقا بيكون محدد لأصة اللي بديها أو مثلا بدي أصبخ شعر و بديعمل شيء معين أو استايل معين كله دافع له وحاطه بالـ application مسبقا فبيجي الحلاء فقط بيطبق بقلب منزلك بالنسبة للفكرة الثالثة هي الـ Farm application يعني كل مزرعة عندها منتجات fresh أو منتجات organic بتحط على هذا الـ application وبتبيع للـ locales وبتبيع للناس مع خدمة التوصيل اللي بيزيد عليها الأجور طبعا أنت فيك تعمل هذه الـ application وفيك تاخد مثلا دولار أو دولارين على كل ترانزاكشن على كل حوالة بتصير بين الطرفين وانت هيك عم تعمل مصاري بدون ما تعمل أي شيء طبعا هذه الفكرة حتكون بأعتقد ناشح كمان بكندا لأنه ما موجودة عنا والناس كتير هلأ بتنتظر على الشيء الـ organic دائما نعم يدوروا على الشيء الـ organic وبأعتقد نفس الشيء سيكون ببريطانيا ونفس الشيء بأميركا ونفس الشيء بأستراليا وخصوصا للمستقبل الناس كتير عم تفكر بالـ healthy things يعني بالأشياء الصحية ومثلا أنتوا ما قطنعتوا بهذه الأفكار أو ما حسيتوها أنه ممكن تكون ناشحة ما ضرور أنكم تطبقوها حادلكم بصندوق الوصف روابط لأفكار ناس ساوتها وأفكار ما ساوتها فما بالضرورة إذا كان صارت معنات أنه ما عادت عندك فرصة ممكن تكون صارت ببلد تاني غير بريطانيا أنت اللي حتطبقها حتطبقها ببريطانيا أو ممكن تطبقها وتحسن من خدماتها كما لحساعدكم أكتر وتكون بصندوق الوصف رابط لموقع بتعين وشخص ليعملكم خطة العمل أو الفكرة اللي أنتوا بتكونوا تطبقوها أو تقدموها للحكومة البريطانية بطريقة بروفيشنال وما بتدفعوا كتير يعني فيكم تختاروا أي شخص تقييمه عالي مثلا من هذا الموقع مثلا خمس نجوم وعنده تقييمات جيدة بيقدر يساوي لكم هذه الرسالة أو الخطة أو البزنس بلان أو الانيفيشن آيديا لحتى تتقدم الحكومة البريطانية أول موقع حيكون بالإنجليزي فيه موقع تاني باللغة العربية لحتى الناس ممكن يكون أسهل عليهم التواصل مع الناس وكلهم عرب وبيحكوا عربي فالخيار لكم أما بالنسبة لتكاليف المشروع حتكون مدفوع بالكامل من الحكومة البريطانية إذا تم قبول فكرتك فأنا ما لي شايف أي خسارة بالموضوع لادم الإنسان يجرب ويحاول لحتى يصل لشي معين وطبعا أحيانا حيكون في شوية معاناة لحتى تتصل للشيء اللي بالدكية وبالنسبة للشيء الرائع عن هذا البرنامج أنه ما مطلوب أي خبرة سابقة بالعمل ما مطلوب أي عرض عمل وما مطلوب مبالج خيالية للاستثمار بريطانيا التالي الرقم بثنين اللي هو مدة هذه الفيزا مدة هذه الفيزا هي سنتين غير قابلة للتجديد ولكن بعد ما ينتوه هذه السنتين بقلب بريطانيا فيك تغير للإنفيرور فيزا اللي هي فيزة المبتكر وعن طريق هذه الفيزا تروح الباثوي على الطريق للإقامة الدائمة ببريطانيا طبعا ما اسمح لك على هذه الفيزا أنك تجيب زوجتك وأطفالك وفيك تسافر خارج بريطانيا متما حبيت والشيء اللي كتير رائع أنه فيك تقدم على عمل آخر خلال تطبيق فكرة عملك يعني خلال وجودك ببريطانيا حتى تقدر تصرف على نفسك فيك تقدم على أي عمل وتشتغل خلال هذه الفترة وهلأ خلينا ننتقل لشروط التقديم البسيطة بوجهة نظري أول شيء لازم تكون أوفر 18 يعني فوق 18 سنة وما في عمر محدد وهذا الشيء كتير رائع والشيء الثاني لازم كون عندك لغة إنجليزية متوسطة يعني تقريبا بي تو ومقارنة مع برامج بكندا وبرامج بغير دول مثلا مثلا مثل أستراليا بأمريكا كتير هذا المستوى المطلوب منخفض وممكن حتى أنك تعفى من هذا المستوى إذا كنت دارس دراسة بألب بلدك أو أي مكان تاني باللغة الإنجليزية ومتخرج مثلا معك دبلوما باللغة الإنجليزية درست ببلدك أو ببلد تاني مثلا معك ماسترز مثلا معك بي اتش تي درسته فأنت تعفى من شرط اللغة بالنسبة للشرط الثالث هو حساب بنك حساب بنك شكلي بمبلغ 1600 دولار أمريكي طبعا هذا المبلغ لازم تفتحه قبل بشهر من التقدم للسفارة يعني قبل 30 يوم وما في داعي يكون في عندك حركات بالحساب البنك أو يكون حساب بنك قوي فقط هذا المبلغ ويكون مثلا حساب بنك شخصي أو حساب بيزنس كما حكينا من قبل أو جونت أكاونت حساب مشترك وحابب نوح لموضوع كتير مهم لازم يكون عندك جواز سفر صالح حمدة 6 أشهر وإذا كنت خارج بلدك مثلا عايش بدبي أو عايش بدولة تانية ما هي بلدك لازم يكون عندك بهذه البلد إقامة نظامية بالإضافة إلى جواز السفر الصالح لا تقدر تقدم لأي سفارة أونلاين ولا إذا كنت رايح على السفر تقدم بشكل شخصي لازم وجود هذه الاستندات لكن جواز سفر لحالهم ما بيمشي الحال لازم يكون فيه معك إقامة إذا كنت عايش خارج بلدك بالنسبة لطريقة التقديم هي التقديم أونلاين أنا حضركم بصندوق الوصف اللينك لحتى تقدم أونلاين عن طريق الموقع الحكومي الرسمي ننتقل لآخر نقطة وهي رسوم الفيزا رسوم الفيزا تقريبا 450 ل470 دولار أميركي لكل شخص من أفراد عائلتك ولكن ما لح تدفع هذا الشي لحتى يتم قبول فكرتك وبالمعنى هذا الفيديو أحبب ذكركم بالخطوات لحتى تركسوا أكتر وتفتح أفاكم أول شي خطة مبتكرة قابلة للتطور وعطيتكم مواقع ولينكات وأفكار طبعا في موقع بساعدكم لكتابتها على ورق بطريقة محترفة لتقدموها بطريقة محترفة للسفارة طبعا الشخص أو اللي بتكون تبصفوه لازم يكون تقييمه عالي وممكن ياخد تقريبا 20 ل40 دولار إذا أنتوا ما حبيتوا طبعا فيكم تسوها بنفسكم الشي الثاني هو يكون عمركم فوق 18 سنة الشي الثالث يكون في عندكم حساب بنك ب1600 دولار أميركي الشي الرابع لازم يكون عندكم مستوى اللغة B2 يلي فيكم تحصلوا عليه أولاين أو من أي معهد معتمد أو ممكن تعفوا منه إذا كنتم درستم دراسة باللغة الإنجليزية في بلدكم أو أي بلد اللي هي دبلوما أو ماسترز أو حتى دكتوراه أتمنى أن يكون عاجبكم المحتوى اليوم وإذا عندكم أي تعليقات تركوها بمكانة تعليقات أو أي أسئلة فيكم تراسلونا على الإيميل واللي سنكون كتير مسؤولين أن نساعدكم شكرا كتير لكم وطابعونكم